بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة وعلى أهل بيتك وأنصارك المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيمة عدل الحسين لعمرة قل للعدول يكف عدله فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله وتزلزلت أرض الحجاز بفادح لم تلقى مثله والبيت ما ياج وذا قليل عند فقد الفرع أصلى ويحسن يا زينة اركاني وعلت الكون لا وين شايل يا حمل خايف بالضعون وكيفت بيك وصار عندي عيد هالعام وارتج تركاني فرح بوجودك يضرغام لكن شوفك يلولي حلت لحرام ثامن اليوم وباشر الوادم يحجون وباشر تحج الناس وانت اليوم ماشين عودوا شرفني بحجك يا ضي العين هايذي كسيرة صير يا عز المسلمين ايش صاير عليكم في مثلها اليوم تمشون ورد الجواب بلسان حال حجة الله ما شين عنيش بالغصب يا كعبة الله ولا ترتجين انعود لك بداعة الله جنود الضلالة راعدة دمي يسفكون انا لله وانا اليه راجعون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنة الله الرحمن 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 الرحيم موضوع بحثنا هذه الليلة بعنوان الفتنة الثقافية مقدمة الباح لا بد بداية من تحرير هذا العنوان الذي ورد في كلام مولانا ومقتدانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بل اشبعه الامام علي سلام الله عليه بحثا وعلما لانه تكلم فيه في ابعاد متعددة كما سيظهر مما يوحي ان هذا الموضوع كان موضوعا ابتلائيا في عصره سلام الله عليه ولهذا تناوله امير المؤمنين من جهات متعددة اولا من حيث الجذور والاسباب كيف ينشأ وعلاماته ثانيا من حيث الاثار والانعكاسات اذا حصلت فتنة ثقافية من الذي يحصل على المستوى الاجتماعي على المستوى الفكري ثالثا ثالثا الامام عليه سلام الله عليه لم يدعنا هكذا بلا علاج وانما بين لنا السبل والطرق والمناهج الصحيح للتعاطي مع الفتن الثقافية وهذه هي مناسبة طرح هذا الموضوع لان امير المؤمنين سلام الله عليه استوعبه من جميع جوانبه وهو بذلك سلام الله عليه يوجه رسالة لشيعته لمحبيه كي يتقن فن التعامل مع هذا العنوان لذلك لابد من تحريره لماذا لابد من تحريره لان هذا العنوان بمجرد ان يطرح تقول الفتنة الثقافية قد هذا قد هذا الطرح يشعر يشعر ان حديثه سيكون هجوم على الافكار الاخرى العنوان بطبيعة يوحي لما تقول الفتنة الثقافية كأنك عندك عزم على مهاجمة الافكار الاخرى بينما الامر ليس كذلك لا بل بالعكس يمكن ان يكون في ذلك بل هو كذلك تأكيد على الفصل بين التعدد الفكري وبين الفتنة الثقافية فاصل بين الامرين التعدد الفكري حالة حسنة لو لم تكن موجودة في المجتمع وجب علينا ايجادها اصلا لأن ما يمكن ان تتحرك وتتطور العلوم وتطور وتتطور المجتمعات ما لم يكن هناك تعدد فكري المحذور من الفتن الثقافية وليس التعدد الفكري ولهذا لابد من التفريق بين الامرين يعني لاحظوا الافكار القائمة على اصول علمية حتى لو كانت قابلة للدحض والتخطئ ايجاد اتعدد فكري يعني النظريات النظريات اتعدد فكري وان اختلفت معك اثنين الفرضيات وهي ادنى رتبة من النظريات لانها مجرد محتملات وقد يكون الاحتمال فيها اثنين في المئة ثلاثة في المئة اربعة في المئة وكم فرضية تبين بعد ذلك انها خطأ او اصبحت مئة في المئة صير بس تبقى ما دام هي في حيز الفرضية هذا تعدد فكري معنه فرضية ثلاثة السؤال السؤال العلمي ولو كان موجها الى بديهية من البديهيات يقينية من اليقينيات سؤال حتى لو كان موضوع السؤال اهم من اسس العقيدة او من اسس التشريع او من اسس الحياة سؤال هذا من التعدد الفكري لان سؤال يبحث عن جواب رابعا التشكيك العلمي وليس الاعتباط طبعا التشكيك العلمي اللي قد يستبطن سؤال قد ما يستبطن سؤال اصلا قد تكون هناك يقينيات ولكن انسان بطريقة علمية يسلط بعض التشكيكات على يقينية من اليقينيات ليكتشف انها فعلا ثابتة مئة في المئة او انها فيها مجال مثلا للتسامح مثلا والجدل حتى لو كانت عنده هو بنفسه يقين حتى لو تكون عنده بنفسه يقينية مع ذلك يحاول ان يفتعل شك علمي للبحث عن ادلة اعمق لها مثلا او انها بهذا المستوى او انها اضيق او اوسع هذا من تعدد الفكر ايضا فمساحة التعدد الفكر واسعة ولا يصح الاشارة الى جميع ابعاد التعدد الفكري بانه مصداق من مصادق الفتن ليس فتنة التعدد الفكري ليس فتنة بل هو امر حسن طيب زين اذا ما هو ما هي الفتنة شنو الفرق بينها وبين التعدد الفكري هذا يظهر الان في كلام الامام علي سلام الله يعني اي مقدمة البحث وسيظهر الان الفارخ طبعا بين الاثنين في كلام الامام علي ندخل في صلب البحث بداية هناك اطار عام لا بد من اضاحة اطار عام لا بد من اضاحة وهو اطار متعلق بالرؤية القرآنية حول الفتنة في سورة البقرة في الآية مئة وواحد وتسعين الآية تقول والفتنة اشد من القتل لاحظوا الآية هذا واحد اثنين في الآية مئتين وسبعة عشر من نفس السورة سورة البقرة تقول الآية والفتنة اكبر من القتل طب القليل تقول اشد الآن تقول اكبر في سورة في سورة اخرى اذ جين نهاية مباركة خوفنا من الفتنة مثل التحذير تقول إلا تفعلوه إذا ما تسووه والمقصود الولاية للمؤمن وليس الولاية للكافر إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كأن شنو كأنه اكو شي راكز في الأذهان عند الناس كأنهم مارين بتجارب الفتن فيعرفون شنو معنى الفتنة كالأوس والخزرج مثلا مروا بمرحلة فتنة فيعرفون واش معنى الفتن فالآية تقول لهم إذا ما سويت هذا مصير داكترا بس شوفوا منطوق الآية الآية قالت إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير شوفوا التعبير تكون فتنة في الأرض وفساد كبير شنو معنى قد يكون معناها توكيد هنا أن الفتنة هي فساد كبير بس الظاهر ليس هذا وإنما الآية في سياق سبب النتيجة يعني إذا حصلت الفتنة تلقائيا يحصل الفساد الكبير مفساد أكو بعض المواطن عندنا في القرآن الكريم يحصل فساد هنا الآية تقول فساد كبير مفساد والذين والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض فساد هذا بس في قطعة الرحم في الفتنة فساد كبير مجرد فساد لأن الفتنة تحرق كل شيء في الحياة الاجتماعية وهذا اللي تشير إليه الآية الآية السالقة في سورة البقرة الآية الأولى تقول أشد الآية الآية تقول أكبر هي أشد وأكبر أشد يعني شنو والفتنة أشد من القتل يعني شنو أشد يعني هي في نفسها فتنة هي في نفسها خطيرة أخطر من غيرها شايف إناءين هذا مسخن وهذا مسخن بس هذا السخونة أعلى النفس الإناءين بس هذا السخونة أعلى هذا شوي تقدر تخلي إصبعك عليه بمقدار هذا حتى ما تقدر تقترب منه شايف مثلا شيء مثلا عبوة عبوة موضوع فيها طاقة هائلة من المتفجرات عبوة ثانية نفس الحجم بس الطاقة اللي فيها أقل صح هذه الصير أشد من هذه لأن هذه الطاقة اللي فيها أشد زين لاحظوا إذا انفجرت هذه شيء سوي وإذا انفجرت هذا شيء سوي هذه إذا انفجرت الأولد الخفيفة مساحتها قول عشرة أمتعة بس هذه الثقيلة إذا انفجرت شيء سوي مساحتها مئة متعة لهذا تكون أكبر من القاتل لاحظوا الفارغ بين أشد وارتباط بينهم دقيق هم هي أشد هم هي لأنها أشد تكون أكبر فلهذا الفتنة هي في ذاتها خطيرة وإذا انفجرت حطمت كل شيء في الحياة الاجتماعية القتل شيء سوي شوف إحنا في أذهاننا ليش العمل التفضيل مع القاتل لأن إحنا في أذهاننا أخطر شيء القتل أن واحد يراق دموه هذا أخطر شيء لأن هذا في أذهاننا إحنا هو أشد وأكبر أو هو كبير وشديد للآية قالت شفت هذا في أذهانكم هو شديد وكبير ترى الفتنة أشد منه ليش لأن القتل يمكن يقتل واحدة واثنين لكن إذا صارت فتنة حصل الهرج والمرج أريقت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وصودرت الممتلقات تصير أشد أكبر من القتل أشد أكبر من القتل ولهذا يحصل الفساد الكبير التمهيد لكلام الإنهام علي طيب طبعا كلام الإمام علي يحتاج لتفصيل والبحث طويل أنا بحاول قدر الأمكان أضغط أولا لأن كلام الإمام علي سلام الله عليه ثانيا لأن الإمام سلام الله علي استوعب البحث من جميع جوانبه من خلي عندنا سؤال قال الجذور والعلامات هذه الآثار والانعكاسات هذه ثقافة التعاطي مع الفتنة هذه يحتاج إليها وقفة حاول قدر الأمكان أن أضغط البحث لاحظوا هذه الرؤية القرآنية أردت أمهد بيها كلام الإمام علي إلى كلام الإمام علي ليش حتى نعرف أي عنوان نتكلم عنه فأن الفتنة الثقافية خطيرة جدا حتى إذا ما موجود العزم نتكلم فيها ليش حتى لا ننزلق إليها أما التعدد الفكري لا شيء ممتاز ويجب أن ننشطه في الحياة الاجتماعية خلنا نشوف إذن ما هو الفارق بين الاثنين لاحظوا وأنا أقرأ كلام الإمام علي عن الفتنة طبعا الإمام علي تكلم عن الفتنة أيضا بشكل أوسع من اللي رح استعرض الآن بس أنا اخترت الكلمات التي ورد فيها عنوان الفتنة الإمام علي تكلم عن موضوع الفتنة بس ما جاء بكلمة الفتنة في موضوع في كلمات أخرى هذه ما استعرض ها وإلا كلام الإمام علي عن الفتنة أوسع أنا اخترت الكلمات التي فقط ورد فيها عنوان الفتنة بخصوصه حتى اصير الفكرة واضحة زين وأنا طالع في كلام الإمام علي أقول سبحان الله الإمام علي كان يتكلم مع من الإمام علي وهو يتكلم عن الفتنة واضح يتكلم مع أناس مثقفين مفكرين علماء يعيشون في عام الفين اثنين وعشرين صدقها يتكلم الإمام علي مع أناس أصحاب عقول متقدمة يعيشون في دول متقدمة في عام الف واربعمائة واربعمائة واربعين للهجر قاعد يتكلم مع ذوله تشوف العبارات حينا رح أقرأ لكم بعض العبارات هذه العبارات أنا فقط يعني نازعينها وإلا إذا تاخذ الكلام كامل سبحان الله تقول ذول اللي كانوا يستمعوا للإمام علي كانوا على مستوى عقله وكان المستوى العلمي والمعرفي والعقل في حصر الإمام علي بهالمستوى للإمام يخاطبهم بهالعمق وكأن يتكلم بنفس الطريقة اللي نحتاجها اليوم ولكن هم أعمق لأن أدب الإمام علي رفيع واجد رفيع أدب الإمام علي يعني قياسا إلى اليوم قياسا إلى اليوم بعد 1400 سنة خلنا نقول بس 1400 سنة قياسا إلى اليوم الأدب الذي تكلم به الإمام علي في هال في هال في هال موارد رفيع جدا قياسا إلى الأدب السائد الآن ثانيا الأفكار لأن لاحظوا كل مجتمع عنده ابتلاءات بعضها تحتاج ابتلاءات ثقافية الابتلاءات الثقافية كانت مثل ما هي موجودة عندنا الآن موجودة في ذاقي اليوم اليوم أكثر تطورا مع ذلك كلام الإمام علي واضح قاعد يتكلم مع مفكر مع عالم يعيش في عام 1444 هالشيك يتكلم الإمام علي ولهذا فعلا موضوع الإمام علي هنا هذا الموضوع بحسب لسان الإمام علي موضوع جدا وفي أهام وفي غاية الأهم إذن خلنا نشوف حاول ندك البحث بالقدر المستطع أنت لا نطل عليكم ما هي جذور الفتنة كيف تنشأ الفتن في المجتمعات الفتنة الثقافية وما هي معالمها إحنا للآن عرفنا التعدد الفكري واش الفرق بينه وبين الفتنة حتى نقول هذه الفتنة على التعدد الفكري وين الفارق أمران ذكرهما الإمام علي فقط بين جذور الفتنة وعلاماتها أمران لاحظوا الأول إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع أدى واحد إنما بدء وقوع الفتن شلون تحصل الفتن الثقافية في المجتمعات هذا مراجع لبحث علمي وإنما أهواء تتبع شوية الفارق بين التعدد الفكري وبين الفتن الفتن أهواء أهواء يعني يعني ميولات غير قائمة على أصول علمية ولا لغرض بحث علمي أهواء ميولات يمكن تكون ميولات عائلية يمكن تكون ميولات جهوية يمكن تكون ميولات مناطقية يمكن تكون ميولات آآ عشائرية يمكن تكون ميولات دينية ممكن تكون ميولات مذهبية مجرد ميول ميول يعني شنو يعني حتى لو علم الانسان ان الحق هنا يقول هذا مو صاحبي انا صاحبي هذا شوفوا هذه المسألة اللي قلتها الان بهاللسان البسيط هذا مو صاحبي صاحبي هذا هذه الحاجة البسيطة هذه تحصل عند شباب اثنين عمارهم اربعة عايش خمسة عايش ستة عشر سنة يمكن يقولوا هالكلام وتحصل عند بنات الحضارات وقادة الامم وتحصل عند الدول العملاقة يعرف الحق هو اين بس يقول ما دام عند هذا لا ما يصير هذا متعدد فكري لا حطوا هذا متعدد فكري يعني مثلا بعض بني اميا كانوا يمنون انفسهم بالنبوة ليش لانه كان في خبار شائع خب في الوسط العربي زينه حتى غير العربي ان هناك نبي سوف يظهر في المستقبل اسمه محمد لا يصلي على محمد وعلي محمد الله صلي على محمد طيب ان هناك نبي سوف يظهر له هذا الاسم شي كان شائع لذلك ابن هشام في السيرة ذكر بان في ثلاثة سموهم محمد قبل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وعلي لان بعض الاسر والعوائل كان يتمنى يقول ان شاء الله يطلع ولدنا هذا موجود كان ثلاثة موجود سموا اسماهم بهالاسم قبل ولادة النبي ها قبل ولادة النبي كان في اسماء ثلاثة كان يسمون محمد يقول يتمنى ان ان شاء الله يصير ولدنا فبعض بني اميه كان يمنون انفسهم انه ان شاء الله يكون انا مع انه بعضهم امو اسما محمد اصلا بس كان يقول ان شاء الله انا واذا يتفاجئ يطلع من بني هاشم وفيهم بين بني اميه وبني هاشم ومن عائلة واحدة ابنا عموما ابنا عموما خب زين بس فيه نوع من الحسد التنافس غيره موجود يعني مناظرة موجودة يطلع مننا احنا معله اما يطلع من بني هاشم لا وافتعل بنو اميه الفتنة من ذلك اليوم لا والله الا دفنا دفنا ما يصير هادي شنو هذا متعدد فكري هادي فتنة ليش لانها عبارة عن ميول جهوية لا تستند اساسا الى مباني علمية وليست في سياق البحث عن شيء علمي وانما تعبير عن اهواء واطماع وشهوات ومصالح ما يعرفون الحق يعرف الحق والحق هو هذا لكن في النهاية الجهة يعني لاحظوا ان شاء الله موعدنا موعد مسلم بن عقيل بس لاحظوا هالشاهد شيخنا ابو محمد اظن الليلة ما قدر استوعب البحث في الظاهر بقسم قسمين حتى استوعبه لان الحديث بعدين هم عن الحديث عن الاثار والحديث عن المنهج يحتاج الى وقت ما رد امر عليه بشكل سريع مسموح ان شاء الله الله يسلمكم اشتركوا في القناة اذا تلاحظون في الكوفة كان عندهم رغبة وحب للانتماء للامام الحسين لانهم يعلمون انه على الحق علم عندهم كان ولهذا رسلوه باثنعشر الف كتاب اثنعشر الف مو شهيين ها اثنعشر الف كتاب ولهذا ما اسهل ما التحق الناس بمسلم في الكوفة بمجرد ان وصل قيل ثلاثين الف قيل ثمانين الف خلنا نقول للاقل ثلاثين الف بايعوا ثلاثين الف تفكر عدد هايين يعني ثلاثين الف عدد ضخم بايعوا بايعوا مسلم العقيل وبايد الله بن زياد يعرف الوتر الحقيقي في الكوفة جاب رؤوس القبائل الجهات يعني الميول جلسهم اياه في القصر واغلق الباب بس عشرين كانوا واجا مسلم مع جيشه قال ليهم قوموا طلوا من شي اسمه طلوا عليهم من 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 السور كل واحد يخاطب جماعته بس كل واحد يخاطب قبيلته بس شبث ابن رابعي طل شمر ابن نديل جوشن طل وصين ابن نمير طل فلان فلان كل واحد قام الطل بس اشار لجماعته الشكل يعني حرك الوتر الجهوي اهواء تتبع بالمئات صاروا يزحر وما يعلمون ان هذا حق يعلمون عن الحق ولكن يقول في النهاية جماعتي صاحبي هذا الموضوع البسيط اللي حصل في ذاك اليوم واحدث تلك الفتنة الخطيرة في الكوفة في حياتي يمكن كل يوم كل يوم يصير ايضا ان واحد ميرضخ للحق ليش يقول لان هذا اللي قال مو صاحبي لان هالجماعة هي اللي قالت مو جماعتي لان هالمنطقة هي اللي اتجهت هالاتجاه مو منطقة والعكس يمكن يصير وهو اشد انه اذا علم بان صاحبه او منطقته او جهته او كذا يعلم انها ترتكب الخطأ يقول مع ذلك نوعيها في مقابل الصح هذه اهواء تتبع هذه واحد يشوفه في البداية بسيطة يقول صاحبي ذاك مو صاحبي شيء قد مو بسيطة لكن هذه تتعاظم تتعاظم ولهذا الامام يقول انما بدء وقوع الفتن اول ما تبدأ تبدأ من هنا تحرك الوتر الجهوي عند الانسان اللي هي الاهواء والمهول هذه تتعاظم لان تبدأ صغيرة في قرار بسيط بعدين في قرار اكبر بعدين في قرار اكبر بعدين في قرار اكبر خلاص تستير جهات نحن نشوف الآن يعني في العالم المحيط بينه الآن محيط العالم المحيط بينه شقد اكو اشياء موجودة شقد اكو اشياء موجودة في عالمنا المحيطة الآن في الاحداث الجارية الآن في هذا العالم شقد اكو اشياء تشوف ان الناس بالآلاف بمئات الآلاف يصيرون في اتجاه يقول بس لانه صاحبي لهذا تشوف بعدين الفتنة كبيرة صارت هي بدأت صغيرة تشوف صارت كبيرة يمكن تدمر بلد باكم هذه البداية إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع هذا واحد هذا متعدد فكري لاحظوا الفارق هذا متعدد فكري هذه فتنة يقدر الواحد بسهولة يقول لا هذه لا هي نظرية ولا هي فرضية ولا هي سؤال ولا هي تشكيك ولا توصلنا لقضية واضح الحق واضح بس الإنسان هو يريد بسبب ضغط نفسي يميل لهذا الاتجاه يمكن يقول أنا من حق يميل لهذا الاتجاه من حق لكن هذا بعدين الضخام لأنه انت وهذا 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 الضخم هذا يحدث فتنة في المجتمعات وأقول كلامي عن فتنة الثقافية هذا واحد الثاني شوف الثاني شوف الجذر الثاني وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله شوف كلام الإمام علي دقيق وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله مو رأي مخالف منتزع من كتاب الله هذا يقول فهمت الآية بهالشكل هذا يقول فهمت الآية بهالشكل لا واضح يخالف فيها كتاب الله عمدا وشنو تقول الكلمة أحكام تبتدع يعني بدع يعني لا تستند لا لدليل خاص ولا لدليل عام ولا لبرهان عقلي ولا لسيرة عقلاء ولا لدليل نقلي هو صاحبها يعلم أساسا أنها حكم مبتدع يعلم واللي هذا شوفوا لاحظوا أجيب مقارنة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ترحموا على بن الحسن مع أنهم كانوا مختلفين مع الإمام الصادق سلام الله عليه بل عبد الله بن الحسن أساءل الإمام الصادق بس ترحم الإمام الصادق على محمد ذن نفسي الزكية وعلى عبد الله بن الحسن لما قتلوا يعني شلون الإمام تعاملوا مع الموضوع على أنه تعدد فكري تماما كرسول الله صلى الله عليه وآله وإنا أو إياكم شوف الحوار تعامل حتى مع أهل الكتاب في المجال الفكري ها اعتبروا تعدد فكري لا يتقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين السيد الشرازي في التقريب يعلق عليها بس بكلمتين يقول لإنصاف الطرف مع أنه يقينا النبي يعلم يقينا أنهم على باطل بس عاملهم معاملة المختلفين فكريا ولهذا جاءت الآية وجادلهم بالتي هي أحسن صحية وجادلهم بالتي هي أحسن اختلاف فكري هذا مع أنه ما يمكن أن نقول بتعدد الفكري مع الرسول الله تصير يقول الله أنا عندي رأي مقابل رأي الرسول الله تعدد فكري ما يصير هذا يقول أنا عندي رأي مقابل رأي الأمام الصادق قال تعدد فكري ما يصير يصير واحد يقول أنا عندي رأي مقابل كلام الله متعدد فكري ما يصير بس النبي صلى الله عليه وعليه تعامل معه بهذا المنطق الإمام الصادق تعامل مع الحسنين على هذا الأساس زين لكن الإمام الرضا مع الواقفة تعامل بشكل آخر متعدد فكري ليش لأن أحكام تبتدع لأن الواقفة كانوا يعلمون أنهم على باطل وأن هذا كان مجرد أطماع يعلمون أن الإمام الكاظم قد قتل أمات وأن الإمام الرضا هو الإمام وما يعلمون لكن غرتهم الأموال لأنهم كانوا كلا وعدهم أموال فقال شلون نروح نسلمها الآن إحنا إلى الإمام الرضا ابتدعوا بدعة شوف أحكام تبتدع تدعوا فكرة قالوا أن الإمام الكاظم ما مات وهو الإمام المنتظر الذي سوف يظهر في المستقبل ونحن وكلاءه طيب وبالتالي لازم تستمرون تعطونا الأموال الأموال إحنا متعطوها الرضا علي بن موسى سلام الله عليه واضح الحكم بدعة أحكام تبتدع فرق مع الحسنيين تعدد فكري ولا يترحم عليهم الإمام مع هؤلاء الإمام لا يترحم عليهم تعلمون إجا واحد قال يا ابن رسول الله يقول للمام رضا أقنط عليهم يعني في الصلاة إذا قنت أدعوا عليهم يعني أقنط عليهم يعني في الدواء اللهم أهلكم اللهم العنهم اللهم وكذا قال نعم مع أن أهل البيت ما يأمرون بهذا الموضوع إلى ذول لذول يوم من اليوم كانوا وكلاء الإمام الكاظم دولة خوش ناس كانوا ترحم علي بن أبي حمزة البطائن قرابة أكثر من خمسين سنة وهو على الطريق الصحيح أكثر من خمسين سنة وهو كان على الطريق الصحيح وكان من المقربين لأهل البيت بعدين كانت هذه خاتمة إنما يقول لدعو عليه لأنه يعلم هذا مختلاف هذا ليس تعادل فكري لا هذا فتنة ليش لأن حكم مبتدع يخالف فيه كتاب الله جهارا جهارا فلاحظوا الفارق بين التعدد الفكري وبين الفتنة الثقافية تستطيع أن تقول هذه فتنة إذا كانت أهواء متبعة وأحكام مبتدعة وأما إذا كانت لا أفكار قائمة على وصول علمية نظريات فرضيات أسئلة علمية تشكيك علمي كذا لا لا هذا مرحبا بهذا تعدد فكري وهو حسن أما أهواء فلا أما أحكام مبتدعة هذا يصير فتنة هذا الكلام تحذير حتى لا ننزلق لمثل هذا المستنقع هذا المقصود قد لا يكون موجود حتى لا ننزلق لمثل هذا المستنقع شوف النتيجة ستصير أكو رواية بختم بيها للإمام السجاد غريبة هي غريبة خطيرة حتى أصلا إذا واحد يقرأها صراحة نصف سطر هي وفوين في مكة والمدينة منطقة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين سلام الله عليه في الخطبة ماذا قال قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا موصحيح هدا وين هدا في الخطبة في في مكة المكرمة في ساعة الخروج ما حتطلع من مكة تعلمون ما حتطلع من مكة اللي طلعوا مع الإمام الحسين من مكة ذولا جايين ناس من الكوفة وجايين مثل العبدية جايين من من البصرة ذول اللي طلعوا مع الإمام يجوا يجوا إلى مكة وخرجوا مع الإمام من مكة أما من أهل مكة ما حتطلع مع الإمام الحسين ولا من المدينة البارح قلت ما عدا ثلاثة يجوا من المدينة خزارجة يجوا إلى مكة أيضا وطلعوا مع الإمام الحسين من مكة هم ما سمعوا كلام الإمام سمعوا كلام الإمام الإمام السجاد سلام الله عليه يقول ليس في مكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا صور مكة والمدينة هذا رواية على المام السجاد ليس في مكة خطيرا رواية ترى لأن المنطقة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله هو اللي انطلق بهم أصلا من القاع إلى القمة هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النهو هم اللي رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وآله ليس في مكة والمدينة عشرون رجلا يحبنا ولهذا يسمعون كلام الإمام ما يدرون أنه على حق يدرون أنه على حق ويسمعون كلام الإمام لكن في النهاية ما يطلعون مع الإمام ليش هذا معنى أهوان تتبع إذا بحثوا لها عن مبرر شرعي صارت أحكام تبتدع يمكن واحد بحث لها عن مبرر شرعي أن الحسين خرج على ديني جد صارت أحكام تبتدع ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحى المعنى فإني راحلون مصبحان إن شاء الله أبدل حجتك يا حسين عمر مفرد اجعلها طواف الكعب موها اليوم والأعمال بدلها المناسك في عرض لطفوف يا مظلوم أجلها على جسمك تطوف ايتام من تصعد عليك الخي وحسينه والهرولة حين تفر من لخيام مفزوع وتسعى للجسد وتشوف مننا مكسر اضلوع لألا يتلقى لك ناصر سيدي أبا عبد الله ولا لك صيح مسموعه احرامك ثوبك البالي وغسلك دم شبيه السيل وعند تلبيات لو لا أبو عبد الله الحسين وأين تلبياته يقول لو عندك تلبيات تتعقدها برض لطفوف تلبي بذبحة العباس وتلبي بقطع لجفوف وتلبي بنحر عبد الله إلا يقضي بالضمام الهوف بعد وان التقصير وان موضع التقصير عند الحسين سلام الله عليه تلبي بنحر عبد الله اللي يقضي بالضمام الهوف والتقصير ذا قطعه وراسك بالألم والويه وحسينا وخل تروي الأطفال اليوم زينب من عذب زمزم تربات شرض من يتصير يوم العاشر محرم والنفرة إذا حرقوا عليها نار لمخيام ووقوفك فوق كل مصراع وميل الكفر يمك ميل بعد وان الأضاحي وان رمي الجمار وان نزع المخيط وان المبيت تلية الحادي عشر ثاني عشر ثالث عشر يقول للأضاحي اللي تقدمها كل أهلك وأصحابيك دقق فيها العبارة هذا عبارة الشاعر الأضاحي اللي تقدمها كل أهلك وأصحابيك وعن نزعك من احرامك ينزع عنك ثيابك بعدها ورمي الحجرات للجمرات اللي إذا ذاك الحجار صابيك ومبيت الحورة بحد عشار إذا أظلم عليها الليل وخرج مولانا أبو عبد الله الحسين أصح الروايات تقول خرج في السحر أو قريب من الفجر خرج مولانا أبو عبد الله مع قافلته الأطهار الأطياب يقطع الأرض باتجاه الكوفة ثم باتجاه كربلة وإذا في رسالة كانت مقبلة إليه وصلت إلى الحسين من عبد الله بن جعفر أن لا تبرح مكانك سيدي أبا عبد الله حتى ألقاك وإذا عبد الله بن جعفر جاء مسرع يقطع الطريق مع ابنه عون ومحمد وإذا قافل تقطع الأرض صبيحة يوم الثامن عجيب من يخرج القوافل كلها متجهة إلى مكة شون هل قافلة خارج من بر أو خارج إلى خارج مكة المكرمة التفت واحد من أولاد الظاهر محمد بن زينب التفت إلى عبد الله بن جعفر إلى أبيه يقول كأني أرى قافلة تخرج هذه الساعة يقول هادي ضعين ماشية مشيت سلاطين وعدهم هوادج وضن وياهم نساوين يقول هالشكل يقول لوح اتحقق من الخبر يقول لوح روح اطيني خبر واضح ها يقول يبني 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 أرحل باوع في الركب زين الريد صرخة كعادتنا باسم الامام الحسين سلام الله عليه ونخرج هالليلة ان شاء الله مقضيين الحوائج ببركة الحسين الوجيه سلام الله عليه يقول لا يبني 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 ارحل وباوع في الركب زين يلا صرخها والله كلامك ذوب قليبي على حسن وحسينا اشوف اخاف الركب مطرود من قوم المضلين لول الركب مطرود ما والله مشوشاه وراح يتحقق من الخبر ويجا يعطيه العلامات شوف العلامات يقول راياتهم كلها يبو يحي دارية واما شمائلهم بلا شك هاشمية وهذه الهوى دجل الحريم الفاطمية وانا ابو وانا ابو عبد الله صرخة اخرها يقول هل على الميمون يلا ها شن خال يحسن ومدري يسوقون الضعن لا وين يردون شنه السبب باشر الموقف ما يحجون واسمع الناع والحرام كلهم يونون حن لطم صدرا اهلت دمات العهل وقد انجلا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم انالله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب مضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يا الله يا الله يا الله يا من اسمه دواء وذكره شفاء شفي جميع المرضى لا سيم المريضة المنظورة ومن اوصانا بالدعاء اللهم اشفها واشفهم بشفائك داوها وداوهم بدوائك ون عليها وعليهم بدوام الصحة والعافية يا كريم يا ارحم الراحمين بحق مريضك بلازين العابدين يا رب العالمين تقبل اللهم اعمالنا اطل اعمارنا في خير وعافية ادفع عنا كل سوء ومكروه حقق امالنا للدنيا والاخر يا رب العالمين وارحم اللهم موتانا لا سيمة موت المؤسسين والحاضرين وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد